من جديد اهلا بكم مشاهدين الكرام ارتفع عدد ضحايا قتل غارات امس على مسجد ومبنى سكني في منطقة السوسة بريفدير الزور الشرقي الى سبعين قتيلا الغارات نفذها التحالف الدولي بعد هجمات متكررة لتنظيم الدولة ضد مواقع قوات سوريا ديمقراطية ما تسبب في الحق خسائر كبيرة بقوات قسد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يعود الى المشهد العسكري بريفدير الزور من جديد ويكثف طلاعاته الجوية على المنطقة دعما لحلفائه على الارض قوات سوريا الديمقراطية التي خسلت عشرات المقاتلين في هجمات متفارقة للتنظيم عبر محوري الباغوز والبحرة عند الضفة الشرقية لنار الفران وعلى الرغم من حجر التحالف عشرات المدرعات والتجهيزات العسكرية للقضاء على التنظيم في آخر معاقله شرق الفرات وعشرات الغارات الجوية في السوسة والشعف وهجين منذ أيلول سبتمبر الماضي فإن التنظيم استطاع الحق خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وقتل وأسر العشرات منهم خلال هجوم مباغط وخاطف شنه على محاور التماس في الباغوز والمراجدة والسوسة شرق المحافظة هجمات التحالف التي لم تشل حركة التنظيم ولم تمنع هجماته المعاكسة كما يقول مراقبون وصفت من قبل ناشطي من أهالي المحافظة بالانتقامية مشيرين إلى تسببها بمقتل عشرات المدنيين كان آخرهم أطفال ونساء قضوا في غارة جوية على بلدة السوسة راخض حيتها نحو سبعين مدنيا ما جعلهم يتساءلون عن جدوى تلك الغارات إن لم تكبح جماح التنظيم وتشل قدرته الهجومية وفي المقابل تزداد معاناة المدنيين الذين يتخذهم التنظيم دروعا بشرية في مناطقه ارتفاع أعداد القتل المدنيين في غارات التخالف دفع صحيفة اندبندنت البريطانية للقول في وقت سابق إن أكثر من ثلاثة أرباع المدنيين الذين قتلوا خلال الحرب على تنظيم الدولة في سوريا والعراق سقطوا خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة منه لاستعجال إعلان النصر التخالف الدولي أقر بقتله 1059 مدنيا منذ الإعلان عن عملية العزم الصلب في حزيران يونيو عام 2014 حتى منتصف العام الجري في حين شككت منظمة يورو روز البريطانية غير الحكومية بتلك الأرقام مشيرة إلى أن تقديراتها الأولية تشير إلى أكثر من 5600 مدنية أرقام لم تنهي أو تحصر مساحات سيطرة تنظيم الدولة في آخر معاقله على الضفة الشرقية من نهر الفرات لكنها عمقت من جراح المدنيين فيها حيث لا مفر لهم من تنظيم يذبح ويخطف وتحالف يقتل ويدمر ولفتح نقاش في المحور الثاني من سوريا اليوم أضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والصحفي عبادة كوجان وعبر الأقمر الصناعية من مدينة غازة عندها في الجنوب التركي العقيد فايز الأسمر المحلل العسكري والاستراتيجي أرحب بكم أعضي فاي وأبدأ معك عقيد فايز هل تكثيف التحالف لغاراته الجوية والحشودات العسكرية التي نسمع عنها وهو المنطقة المستهدفة هي آخر معاقل تنظيم الدولة في محافظة دير الزور هل التمهيد لهذا الموضوع إن كان بالغارات الجوية أو إن كان بالحشودات العسكرية هل هو من أجل المعركة الحسم كما يقال بالعلم العسكري مساء الخير أخي أصلاع لك ولضيفك بداية رحم الله الخاشقجي فذكرني ببيت شعر يقول قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر للأسف لاحظنا هذا الضجيج الإعلامي والضخ الإعلامي الكبير وعلى كافة القنوات وغضب المجتمع الدولي على شخص قتل في سفارة بينما هم نفسهم الذين يغضبون يقتلون أهلنا وبالعشرات في مناطق تواجدهم وبحجة مكافحة الإرهاب لاحظ أخي أصلاع كانت دخولهم إلى سوريا اعتبارا من إيران وروسيا وحتى أمريكا هي لقتال الإرهاب ولكن الإرهاب لا يزال موجودا على مناطق في سوريا بعد أن تخلصت كل المناطق المحررة من النظام للأسف النظام سلط والروس كل نيرانهم وكل أرضهم المحروقة وكل أسلحتهم وجربوا كل أسلحتهم الفتاكة أكثر من 200 سلاح على المدنيين وقلصوا سيطرة المناطق المحررة من 70% إلى 10% بينما التنظيم الآن يسيطر على جيب البادية جيب سد الوعر ومحيطه وجيب محيط التيتو والآن في الجانب الآخر الأمريكان يسيطرون على قسد أو أصحح داعش تسيطر على جيب 27 كيلومتر ضرب 5 كيلومتر 135 كيلومتر للأسف الكل يعتمد ما تدخل على أراضي السورية بحجة مكافحة الإرهاب هو اتباع الأرض المحروقة لاحظ أن النظام والروش والأمريكا هذه التكتيكات العسكرية التي تتكلم عنها الآن ضربات العسكرية وتكتيكات الأرض المحروقة هل هي ممهد من أجل المعركة النهائية بين قوات قسد مدعوم من تحارف الدولة وتنظيم الدولة هل يراد إنهاء هذا التنظيم بهذه الطريقة أخي الكريم التمهيد في العلم العسكري هو على مناطق مستطلعة سابقا مأخوذة إحداثياتها ومستطلعة استخباراتيا وبدقة وليس قصف عشوائي على مسجد عثمان بن عفان وعلى مسجد عمار بن ياسر سبعين قتيلا في يومين متتاليين وهذه أعظم دول العالم أكبر دولتين اللي هي روسيا وأمريكا وتستطيع كل المناطق أما هذا التمهيد الناري نسميه قبل المعركة هو ساعتين من أجل تقدم القوات البرية ولكن القوات البرية وقسد وميليشيات قسد لا تستطيع الاقتحام كما حصل في منطقة عين عرب فهم يحيلوا كل الأراضي إلى شبه محروقة وقتل كل الحجر والشجر والبشر ومن ثم يدخلوها ويقولوا حلها سأوذي لك على كل حال عقيد فايز لكن سوف أقل بعض النقاط إلى ضيفنا هنا في الستوديو عبادة كوجان يعني سمعت ضيفنا العقيد فايز قال أن هذا الموضوع ليس تمهيد وإنما قصف عشوائي بذات الوقت هذا القصف أدى لعشرات الضحايا أكثر من سبعين قتيل من المدنيين نساء وأطفال وكبار في السن بهذا القصف الذي جاء من التحالف الدولي طيب التحالف لا يقصف مواقع التنظيم فقط وهذه ليست هي المرة الأولى ما هو الهدف من هذا القصف إذا؟ يعني أخي أصلا هي ليست المرة الأولى والتحالف اعترف بمقتل ألف ومئة مدني في سوريا فبالتالي التحالف ضالع في انتهاكات ضد المدنيين ووصفته هي من رايت سواتش بأنها جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية حتى التحالف سابقا قصف مواقع المدنيين وضواحي سكنية سكنية بحتة في مدينة الرقة كذلك الأمر في مدينة ديرزور وخلافها المناطق التي سيطر عليها التنظيم ولكن بالمقابل كذلك الأمر تنظيم الدولة اليوم يعني يتقن عملية التوارع عن أنظار في مناطق المدنيين وهذا ما نخشاه حقيقة أن هذه الجرائم ترتكب بعد رصد للتحالف لمناطق وجود تنظيم الدولة ويكون تنظيم الدولة مختفي بين المدنيين بالقرب على سبيل المثال من قرب من مسجد عثمان بن عفا في بلدة السوسة حقيقة التنظيم اليوم لا يسيطر إلا على مساح ضيقة جدا جدا محاصر من الجهات الأربع يستطيع التحالف أعتقد على سبيل المثال أن يقتحم هذه المنطقة بعملية برية تكون محدودة ولكن التحالف على ما يبدو أنه لا يريد إنهاء هذه المسألة يريد أن تكون مسئلة محاربة تنظيم الدولة أو الشمعة التي تبقي على جنوده في سوريا أن تكون مديدة بالتالي استمرار وجود قواتها على الأرض ربما لشهور والسنوات نعلم تماما أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت المرحلة الأخيرة من معركتها قبل نحو شهر نعم صحيح إلى الآن لا يوجد تقدم لا على العكس بالتنظيم لشأن عمليات خاطفة على مخيم هجين واختطف نازحين من هذا المخيم والتنظيم يتقن تماما على عمليات الخاطفة في البادية السورية اليوم وجوده في ريف السويدة رغم أنها كذلك الأمر منطقة محاصرة ما زال موجودة وما زال قويا يفاوض النظام هناك ويفاوض الروس ولكن هل من المعقول أن هذه البؤرة الصغيرة نسبيا قياسا إلى المساحة الكبيرة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي لا تستطيع هذه قوة العظمى السيطرة عليها أعتقد أن هذا الأمر لا يعني هو له أسباب أخرى أن تترى الموضوع أعتقد أسباب ليست بعسكرية مثلا تماما يعني التحالف ليس بريء من قتل المدنيين هو ليس بالجهة التي تطبق القوانين الدولية وارتكبت هذا الانتهاك فقط لا هناك انتهاكات مماثلة عشرات الانتهاكات من الموصل في العراق ووصولا إلى الرقة إلى دير الزور وغيرها من المناطق طيب سوف أنتقل ببعض الأمور إلى العقيد فايز أعود إليك يعني عسكريا رغم أن هذه الضربات يعني كانت مكثفة من التحالف الدولي وكان هناك حشودات عسكرية ما زالت تنظيم الدولة يشن هجمات معاكسة ويلحق الخسائر بقوات سوريا الديمقراطية التي قال فيها مسؤولين في وقت سابق أن المعركة مع تنظيم الدولة ستكون طويلة الأمد ولن يحسم الأمر بسهولة برأيك هل فعلا قوات سوريا الديمقراطية صادقة بأن الأمر لن يحسن بسهولة أم الموضوع من زاوية عسكرية هو مختلف تماما أخي أصلان أريد أن أعقب على ضيفك يعني أنا عسكري إذا كان طبعا أي مقاتل هو يطقن الاختفاء ما رح يقول لهم عنصر داعش هي أنا اقصفوني أي مقاتل رح يستخدم الإخفاء والتمويه والخنادق والقتال تحت الأرض هذه من أبسط قواعد المقاتلين فإذا هذا ليس معناه أن يقتل الصالح والطالح إذا كان جندي من جنود داعش مختفي في مسجد أو بلغ عنه بمسجد وفي سبعين مدني معناته نقتل السبعين مدني وأولاسق بالمدنيين هذا ليس بمنطق عسكري وخاصة أن الذي يتعامل معهم هو أقوى دولة في العالم استخباراتيا وأقمار صناعية وتقنية فإذا هذا لا يعفيهم من المجازر وأيضا لهم عيون على الأرض مزودينهم بكافة التحركات ولكن الأمر الوحيد اللي بنظري أنه مستعدين يستغنوا عن كل منطقة الشعفة والسوسة وكل المناطق التي يتواجد فيها داعش بقصف تدميري حتى لا يضحوا بعشرة أو عشرين أو ثلاثين من أثناء الاقتحام البري إذن التقليل من خسائرهم على حساب القصف الجوي العنيف هذه هو حل المسألة وحل المعضلة بالكامل طيب إن كان التحالف يستخدم هذه الاستراتيجية القصف على كل شيء لكن ما زال تنظيم الدولة حتى اللحظة يقوم بالعمليات إذن ما الجدوى من هذه الضربات؟ هناك تساؤل أن التحالف الدولي لم يستطع أن يحقق الضرر بتنظيم الدولة الذي ما زال يمارس عمليات هجومية ضد قوات سوريا الديمقراطية ما الفائدة من هذه الضربات؟ تماما أخي أصدان الأمر أكبر من هذا مثل ما قال ضيفك هذا الجيب اللي 27 كيلومتر وأنا أبن تلك المنطقة وعمقه 4 إلى 5 كيلومتر أقوى قوة في العالم لا تستطيع اقتحام هذا الجيب هذا الكلام مستحيل ولكن للأسف استراتيجية ترامب بوجوده بسوريا التي استخدمها من أجل ديمومة البقاء في سوريا بوتين يطلب منه دائما وأبدا الخروج من سوريا فخرج ترامب باستراتيجية القضاء قضاء مبرما على داعش وعدم رجوعه مرة ثانية والأمر الثاني إزالة الوجود الإيراني فإذا تنتفي الحجة بوجود إذا أنهى هذا الجيب فهم يستثمرون هذا الجيب من أجل ديمومة وسبب من أسباب البقاء التي لا يريدونها أن تنتفي هذه هي الحقيقة داعش الآن عسكريا أنا عسكري إذا حطيت نسبة القوى والوسائط لتحالف 70 دولة ونسبة القوى والوسائط لألف مقاتل من داعش فإنه الكفة بتصير هيك مستحيل بالعلم العسكري أنه يصمد داعش أكثر من أسبوع أو عشر تيام ولكن الأسباب مجتمعة لا يريدون خسائر لا يريدون القضاء على هذا الجيب يريدون يستثمره سياسيا لديمومة بقاءهم في سوريا أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو عبادة كوجاني سيد عبادة إضافة إلى كلام العقيد فايز قال أنه مستحيل إن أراد هذا التحالف المؤلف من 70 دولة أن ينهي تنظيم الدولة سوف يقوم بإنهائه وهنا السؤال ما هو المستقبل القريب برأيك هل سوف تحسن المعركة بين تنظيم الدولة والتحالف الدولي الداعم لقوات قسد بوقت ليس بطويل يعني أعتقد القضاء على هذا الجيب فعليا لن يستمر يعني الفترة لن تطول أكثر من أسابيع وربما شهر شهران على أبعد التحديد وهذا ما شهدناه في ريف دير الزر الغربي والشرقي وخلافه ولكن هل هناك ضمانات لأن ينتهي وجود تنظيم الدولة أنا لا أعتقد هذا الأمر والمسألة الأهم أن كل ذلك يأتي على حساب المدنيين الموجودين في المناطق وجود تنظيم الدولة يعني على سبيل المثال اليوم موجودون في البادية في ريف السويداء الشرقي هذه المنطقة قصفت وقتل فيها مدنيون بحجة وجود تنظيم الدولة كذلك الأمر ربما منطقة السوسة ينتهي منها التنظيم ويخرج من منطقة أخرى وبالتالي المدنيون سيدفعون ثمن ذلك لا يوجد مراحل حقيقية لقضاء على التنظيم القضاء على التنظيم لا يأتي فقط بشكل عسكري بل يأتي بقضايا اجتماعية يكون هناك في حلول اجتماعية لهذه المنطقة محاولة إعادة إعمار محاولة تأهيل هذه المناطق بشكل جيد للقضاء فعليا على أي تطرف في هذه المنطقة ولكن التحالف على هذه الوتيرة لا يعمل على ذلك على العكس هو يدعو إلى التطرف يعني اليوم لدينا حوالي ثمانين شهيد في بلدة السوسة في قصف على مدة يوما أو ثلاثة أيام هؤلاء أصبح لهم نقمى على التحالف نقمى على جميع القوى العسكرية للأرض هم أكثر من المهيئين إلى التطرف حقيقة يجب إعادة تأهيل هؤلاء اجتماعيا يجب العمل على هذا البند أكثر من البند العسكر كيف يمكن حماية البدنيين من خلال المنظمات أو من خلال نشاط معرضة سياسية مع الأسف شديد أهل هناك محاولات ممكن أن تتعلم بظل عدم نجاح المحاولات بدون حل سياسي شامل في هذه المنطقة وإعادة الاستقرار الكامل إلها وإعادة الإعمار في المرحلة التي تليها لا يوجد حل مع الأسف في هذه المرحلة وهذا هو المخيف المخيف في الجيل الذي تربى على النقمة هؤلاء الضحايا في بلدة السوسة لهم أهالي ولهم أقارب سينتقمون يوما ما على الأرجح من ما حصل لهم فبالتالي الحلول لا تكون في عسكرية الحلول العسكرية ليست ناجعة هناك حلول اجتماعية لهذه المنطقة يجب أن تتم فيما لو توفر حل سياسي مناسب طيب سيد فايز ما هو مستقبل المعارك في المنطقة برأيك بين تنظيم الدولة وقوات قصر طبعا أخي أصلا قولا واحدا وبالميزان العسكري نتكلم وبتقدير الموقف التنظيم سينتهي جغرافيا كما قال ضيفك وأؤيد بهذه الكلمة إن كان عاجلا أو آجلا وبفترة لو أرادوا أن ينهوه لأنهوه خلال شهر من الزمان ولكن التنظيم لن ينتهي كوجود في سوريا هو يطور نفسه بخلايا والقتال بمجموعات صغيرة متباعدة تعتمد على الكماء والإغارات الليلية والإغارات الخاطفة وغدا سيعتمد بمجموعات صغيرة شخصين أو ثلاثة بقطع خطوط الإمداد بأسلحة الار بي جي أو الأسلحة الرشاشة وسيتمدد في أو سيتواجد في البادي الأمر صعب جدا أن يزول من الجغرافيا السورية كفكر بداية مثل ما قال ضيفك الأمر الثاني سينتهي كسيطرة جغرافية على مناطق ولكنه سيعتمد على اسلوب الخلايا العنقودية المتوزعة في كافة الأماكن لاحظ أنه الآن في الرقة هناك عمليات ضد قسد لاحظ أنه بكل مكان يوجد عمليات تفجير وتفقيق إلى آخره إذن التنظيم إن انتهى من السيطرة الجغرافية فسيعتمد الإغارات والكماء والأعمال الخاطفة أشكرك كثيرا أن العقيد فائز الأسمر المحلل العسكري كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من غازة عنتاب وشكر لك أيضا وبعد كوجان الكاتب والصحفي كنت ضيفنا هنا في الاستوديو وشكر موصول لكم دائما مشاهدين الكرام تفاصيل أو فا تجدونها على موقع تلفزيون الرسمي سيريا دوت تيفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة